لما كنت درس بالجامعة زمان زمان ايام الحكسوس كنت قول للطلاب لو جبنا ارد من خط الاستواء وحطينا بالخطب الشمالي بعيش ولا بيموت الشي طبيعيه بيموت بس لو جبنا بني آدم من خط الاستواء وحطينا بالخطب الشمالي بعيش لان الانسان يتكيف وهادي كانت ميس الانسان يا ابو سلطان انه يتكيف مع كل الظروف اللي يعني انا بعمري ما كنت صدق انه الكرة الارضية كلها قاعدة بالبيت صحيح ابو كرم ما في شك انه يعني اللي حصل يعني كان مفاجهة الحقيقة قدر الله وما شاء فعل لكن مع ارادة الانسان مع مكافحته مع اتباع الخطوات الاحترازية ولله الحمد تجاوزنا المرحلة تجاوز العالم بطريقة تدريجية ليست دفعة واحدة ليست دفعة فعلا ترجمة نانسي قنقر